احتفلت محافظة السويس يوم الاسنين الماضي بعيدها القومي الذي يوافق يوم الرابع والعشرين من اكتوبر من كل عام هذا اليوم الذي يوافق ذكر انتصار رجال المقاومة الشعبية وشعب السويس العظيم على المحتل الاسرائيلي على القوات التي تسللت الى محافظة السويس خلال حرب اكتوبر 73 المقاومة الشعبية لأبطال السويس وشعب السويس العظيم بمساندة من قوات الجيش والشرطة نجحت بالفعل في صد هذه القوات عبر ثغرة من خلال الثغرة اللي عملوها في الدفرسوار في هذا الوقت صنع ابناء السويس ملحمة بطولية ضد القوات الاسرائيلية المهاجمة لقنوهم درسا قاسيا لن ينسوه على مر العصور لن ننسى للفدائي عبد منعم قناوي وربنا يدي له الصحة يعني الحقيقة لن ننسى لكثير من الرموز كابتن غزالي اللي رحل عن دنيانا فرقة اولاد الارض اللي كانت تلهب مشاعر الناس شخحة في السلامة كثيرون الحقيقة كل التحية والتقدير لشعب السويس ولأبطال المقاومة الشعبية في السويس الذين رسموا بقواتهم وبرجولتهم كل القوة الحقيقية والمقاومة الحقيقية التي ساعدت في هزيمة العدو التهنئة ايضا للواء عبد مجيد سقر محافظ السويس وكل ابناء المحافظة بهذه المناسبة المجيدة